ينضم إلينا من إسطنبول نصرة عبدالله الباحث في الشأن الأفغاني سيد نصرة بعد ثمانية أشهر من إحكام طالبان قبضتها على السلطة ما زالت التفجيرات تضرب في كابل كما في مناطق أفغانية أخرى هل هذه دلالة ربما على إخفاق أمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم ولمشاهدين الكرام نعم مع الأسف الشديد أفغانستان في العشر الأخير من رمضان شهدت تفجيرات متعددة في الولايات متعددة في العاصمة وفي الشمال وفي الشرق الأفغانستان ومع الأسف أكثر من ثلاثمائة قتلى وأكثر من ذلك الجرحة حصلت مع الأسف الشعب الأفغاني مرة أخرى ضحية كما كان في العشرين السنة الماضية في أيام الاحتلال الأمريكي طبعا كما يروج في بعض الإعلام الأجنبي بأن هناك تنظيم الدولة وراء تفجيرات مثل هذه أنا أعتقد هناك نوعا ما ترويج لهذا التنظيم أنا أعتقد تنظيم الدولة ليس بإمكانها تنظيم تفجيرات مثل هذه في أفغانستان لا شك أن الحكومة الجديدة ولكنه يتبنى بعض هذه التفجيرات هل تقول بأن قوة أو أجهزة استخبارات أجنبية يمكن هي التي تساعد على تنامي قدرة وقوة تنظيم الدولة هذا بالفعل الاستخبارات الأجنبية وراء هذه التفجيرات بغطاة تنظيم الدولة داعش طبعا كما تبعتم الأخبار هناك تصريحات من روسيا وحتى من بعض دول أخرى بأن هناك يتم انتقال عناصر تنظيم الدولة من بعض الدول إلى أفغانستان خاصة واستقرار هؤلاء في شمال أفغانستان وكذلك هناك تقارير أخرى تقول بأن هناك مجموعة من عناصر الجيش الأفغاني السابق خاصة القسم الاستخبارات هناك قطعتين قطعة 01 و02 يحاولون أن يقوموا ببعض التفجيرات مثل هذه باسم تنظيم الدولة في أفغانستان وهناك محاولة لتشعيل الحرب الطائفية في أفغانستان بين الشيعة والسنة وبين السوفية والسلفية طب عندما تتحدث عن استخبارات أجنبية ماذا تقصد لأي دول تتبع هذه الاستخبارات؟ أنا أعتقد الدول التي تعتبر نفسها محزومة في التغييرات الأخيرة والخاسرة خاصة في التغييرات الأخيرة في أفغانستان والتغيير النظام في أفغانستان مثلا؟ كما كنا شاهدين لبعض هناك دول في أفغانستان الموضوع أفغانستان هناك جهات استخباراتية متعددة تحاول أن تضرب بعضها بعضها وتنتقم من بعضها بعض كما كنا شاهدين لقتل مجموعة مثل من سيد نصرات؟ نريد أن نعلم أي دول تقصد؟ هناك مثلا أمريكا طبعا أمريكا هي من الدول التي تعتبر نفسها محزومة وخاسرة في التغييرات الأخيرة في أفغانستان وإضافة إلى ذلك هناك بعض الدول الأخرى التي قد مارست بالفعل الحروب في بعض الدول حروب الطائفية وكذلك هناك بعض الدول أخرى كذلك وراء استهداف المسلمين في أفغانستان وخسينيات وخانقهات شكرا جزيلا لك نصرات عبدالله الباحث في الشأن الأفغاني من اسطنبول نتحول من جديد إلى ما يعوضى لرسل التفاعلات على هذا الملف على منصات التواصل الاجتماعي شكرا لك فرح وأهلا بكم من جديد يعود الملف الأفغاني إلى الواجهة مشاهدين بعد انفجار عنيف ضرب أحد مساجد العاصمة كابول ما لا يقل عن عشرة قتلى وأكثر من عشرين جريحا راح ضحيته بحسب شرطة المدينة الانفجار لقوته هز أرض الحي الذي يقع فيه المسجد ويأتي ضمن سلسلة انفجارات ضربت أنحاء أفغانستان وطرحت طبعا علامات استفهام كثيرة عن قدرة حركة طالبان على الحد منها المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان ذا بحل مجاهد أدانى الانفجار في كابول وتوجه بالتعازي لأسر الضحايا ووعد الأفغان بالقبض على منفذي هذه الجريمة بينما يشير مدير معها دراسات الحرب وسلام تمام عاصي في هذه التغريدة إلى أن هناك قناوات استخبارية عميقة تقف وراء التفجيرات الأخيرة التي ينفذها تنظيم الدولة في خرسان بأفغانستان وخلفت حالة استياء في طالبان ويتابع الباحث أن التنظيم يحاول التركيز على الأهداف ذات الخسائر العالية لجذب انتباه وسائل الأعلام كما جاء في نص التغريدة وهنا يقرأ وزير الاتصالات الأفغاني الصابق في التفجيرات الأخيرة التي تستهدف المساجد هجمات يشنها عدو الأفغان على هوية أفغانستان وصراثها الديني والثقافي ليقود مجتمعاتها إلى التطرف أما الصحفي بلال سارواي فيرى أن أفغانستان تواجه موجة مدمرة من الهجمات على أماكن العبادة وتلك التي يرتادها المدنيون ويضيف تفتقر طالبان حتى الآن إلى استراتيجية أمنية فعالة استراتيجية يمكن أن تمنع إراقة الدماء والمذابح المستمرة حسب وصف الصحفي ويقول الناشط المنتسب لطالبان خطاب عمر أن الوضع الراهن لا يستلزم مزيدا من الشرطة والجيش إنما جهاز مخابرات قويا وقادرا على حماية البلاد على حد تعبيره وننهي استعراض الردود بتغريدة الأكاديمية موسكا داستاكير التي تتساءل من المسؤول عن ذلك وماذا يريدون وبمجرد أن يحصلوا على ما يسعون لأجله هل سيتوقفون عن تحويل البلاد إلى جحيم على الأرض وهل هناك أي نهاية لهذه المأساة تلوح في الأفق تتساءل هذه المغاردة وبهذه التغريدة مشاهديننا كنا قد وصلنا أيضا إلى ختام هذه الجولة ولكن لنا جولة أخرى مع مواضيع حازت على اهتمام رواد المنصات فابقوا معنا أما الآن فأتحول مجددا إليك فرح لاستكمال الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر